اشتركوا في القناة ظهر علينا ما يسمى برئيس الجمهورية العراقية اللي أنا متأكد أنه أكثر من 95% من العراقية إذا ما يكون 98% من العراقية لا يعرفون اسمه وقال أنه تصريح تصريحها أو مو هو بشكل رسمي يعني متحدث باسم رئاسة الجمهورية باسمه يعني لكي يعطوا للقضية حيبة كبيرة فقال أنه أطلقنا سراح 15 ألف معتقل وموقوف انتهت فترة محكوميتهم الله هو أكبر يعني وما هو الانجاز في هذا 15 ألف واحد أنهوا فترة محكوميتهم أنتوا حكمتوهم بغض النظر أن يكونوا أبرياء وغير أبرياء غالبيتهم أبرياء مية بالمية بس 15 ألف واحد أنهوا محكوميتهم أطلقتوا سراحهم ما هو الانجاز في هذا خلي قلنا شنو الانجاز في هذا لكي تتبرع رئاسة الجمهورية ويطلع متحدث بسم رئاسة الجمهورية يبشرنا بأنه رئيس الجمهورية يلتقى بوزير الداخلية ومعرف منه وصرح بأنه احنا أطلقنا صراحة 15 ألف عراقي أنهوا فترة محكوميتهم الله أكبر يعني هذا جزء من روتين من قضية منطقية وعقلانية لكن هذا يدلل على أنه حتى أطلق الصراح هذا اللي هو منهوا محكوميتهم هذا فترة إكرامية كبيرة مكرمة كبيرة من هذه السلطات التي تحكم العراق طوال 21 سنة لأنه فعلاً اللي يخرج من تحت إيديهم بعد كل هذه السنوات بعد محكومية هذا مصيبة أما أن يكون هو منهم وإذا كان بريء فهذا يعني كتب له عمر جديد وربما يطلع بأمراض هو لكن يعني حتى هذا يعتبروا إنجاز كبير لأنه فعلاً كثيرين كثيرين آلاف مؤلفة من الذين أنهوا محكومياتهم ولا يخرجوا من السجود هناك حجة كثيرة هناك ابتزاز كبير جداً وكثير من العوال وكثير من الناس ظهروا وتحدثوا قالوا إنه أبنائنا النساء أزواجهم أمهات أبنائهم آباء أبنائهم كل هم محبوسين كانوا ويقولون ما عدنا فلوس يعني ما عدنا يبتزونه يجب أن تدفعوا حتى نطلعه طيب ما هو أنتهت محكوميته ليش ما تطلعوا وميطلعوا يكون مبلغ يجب أن يدفعه فاللي طلعوا هذا يعتبر مكرمة فيعتبروا مكرمة ويعتبروا خبر كبير لذلك رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية متحدث باسم رئاسة الجمهورية يطلع حتى يعلن خبر أنه يعني رئيس الجمهورية بشركم بأنه تم أطلاق صراحة 15 ألف معتقل وموقوف وانتهت فترة محكوميتهم ماذا الكلام؟ يعني الكلام أنت عندك تسمعها تستغرب نحن في أي بلد يعني يعني العراقي في أي بلد يعيش هو بلد يعيش لو بغير بلد ماذا التعدي على الحقوقه وعلى حياته؟ يعني غالبيتهم هم المحكومين قضوا فترات طويلة في السجون بدون محاكمات بوشايات ومخبر سري ومعرف منه ودعاءات من فلان وفلان وميليشيات وقضوا عليها والتهمه وارهابي وغير رهابي وتهم يعني ما أنزل الله بيهم السلطان تهم جاهزة يتهمون العالم وخلاص وتحت التعذيب يعترف يعني يعترف على نفسه أشنع الاعترافات يعني يمكن من حياته ما شايف الدم ومن التعذيب يقول قتلت مئة بس تريد يخرص من التعذيب يعني يتمنى الموت وهكذا وإذا بـ 15 ألف تنتهي فترة من المعتقلين والموقوفين تنتهي فترة محكوميتهم يتلقون صراحهم يعتبروا إنجاز ويسوق علينا رئيس الجمهورية الحالي على أنه إنجاز كبير وباشر عقبة يكتب بدفتر الإنجازات التي حققها السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية وما عرف من هو ندري من هو هاي جزء من إنجازاتهم أنه أخرجنا المعتقلين اللي ينهووا فترة محكوميتهم وبفعل عندما تسأل الناس الآن تسأل أهالي هؤلاء الذين خرجوا يقولوا لك الحمد لله وشكر مئة مليون مرضى لأنه يعني هذا فعلا منجز لأنه ما ممكن يخرجون أي أسرة الناس حتى من ينهي فترة محكوميته في العراق لا يمكن أن يخرج لا تصدق أنه يخرج لأول دليل هذا التصريح هذا يعتبروا منجز الآن 15 ألف أطلقنا صراحهم لأنه أنهوا محكوميتهم وأنت تستغرب ما هو فحوة هذا الخبر لماذا يقال هذا الخبر يعني هذا لأنه يعني عدالة ما هي العدالة محكومهم واللي مرتكب جريمة ومرتكب مخالفة وعلي حكم معين يقضي حكمه ويطلع بدون خلص انتهى الموضوع أوتوماتيكيا يقضيها بالساعة ويطلع وانتهى القضية لا يحتاج إلى أن تخبر عنه ولا يحتاج إلى أن تقول شيء لأنه من العدالة ومن القانون أن يطبق القانون بهذا الشكل مثل ما حكمت مثل ما تفرج عنه بس أنت من تفرج عنه ويطلع رئيس الجمهورية يقول أنه 15 ألف واحد أطلقنا صراحهم من الذين أنهوا فترة محكومياتهم هذا يدلل على أنه العدالة غايبة يدلل على أنه هناك فوضى فوضى كبيرة جدا جدا في الرؤية القانونية في رؤية حقوق الإنسان في الرؤية في التعامل مع الناس في رؤية ما الذي ينفع الناس كيف نتحدث مع الناس في رؤية قيمة الناس قيمة العراقيين عند هذه السلطة بكل رموزها بكل مسمياتها لا تساوي شيء كل العراقيين لا يساوي شيء عند هذه السلطة هؤلاء مجرد شعب موجود حتى يحكموه حتى يسرقوه فقط يعني لو ماكوا شعب هم يستوردون شعب ما أدري من من الواق واق ويقولون هو هذا شعبنا حتى يبوقوا نفس الشيء لأنه هي الثروات يقولون ما لاتنا لأن الشعب جائع الشعب أمراض وبطالة وعطالة وتظاهرات ومصائب وفقر وأمية وتعليم سيء وخدمات صحية غايبة ومستشفى غير موجودة وأمراض وسيادة منقوصة واستقلال غير ناجز وكل هذا موجود في العراق ويقول لك احنا نحكم واحنا ديمقراطيين واحنا نحكم وعدنا انتخابات يعني مع الأسف احنا وصلنا إلى مرحلة يضرب بنا المثل وهذا جزء من عند ما يضرب به المثل يعني ربما سيضعوه في كتب النوادر أنه رئيس جمهورية أحد الدول يقول أنه أطلقنا صراحة خمسطعش ألف واحد لأنه يعني أنهو فترة محكوبيته أطلقنا صراحه بأي عهد هذا كلنا يعني إذا حتى بقوانيكم دفاتركم تذكرون الدفاتر اللي ما للسجون ما المعتقلات ما الوزارة الداخلية ما الوزارة العدل ما عرف منه يكتبون بيها أطلقنا صراح كذا خمسطعش ألف ماشي بس أن يعلن عنها بهذه الطريقة ويعتبر هذا إنجازة ويعتبر هذا مكرمة هذه الكارثة لذلك كان الوضع وضع سيء جدا جدا والعدالة غائبة والناس لو الدور بالسجون ستجد أغرب ما يمكن وكثير من الناس طلعوا يعني أولادهم يأنون من العذاب من التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والأذى والسوء والعنصرية والطائفية لكي يعترفوا لكي يعني يحولونهم إلى مسخ شيء مسخ مو إنسان وناس خليهم عليهم يعني على هذه السجون يتلذذون في تعذيب الآخرين مع الأسف الشديد والقوى تتلذذ بتعذيب الآخرين بحججه وبأخرى والحجج جاهزة والتهم جاهزة من الإرهاب إلى أبسط شيء وبالتالي يعني حبال الإعدام موجودة والإعدام بالرصاص موجود وأحنا أكثر دولة بها إعدامات وهذا مع الأسف الشديد هذا ما يبشرنا بسيد رئيس الجمهورية عندما يقول أطلقنا صراحة 15 ألف من الذين أنهوا فترة محكومياتهم وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقائكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة